مثل المعادلة صاد يساوي 1 على 3 سين ناقص 2 بيانياً إذن المعادلة صاد يساوي 3 سين ناقص 2 المطلوب مني تمثيلها بيانياً على هذا الرسم الدكارتي تمثيلها بيانياً هذه المعادلة سهل جداً هذه المعادلة صاد يساوي 1 على 3 سين ناقص 2 ما هي الطريقة التي يستطيع بها تمثيل هذه المعادلة؟ يوجد لدي ثلاث طرق أو أكثر من هذه الطرق هو التمثيل عن طريق جدول القيم ما هو جدول القيم؟ جدول مكون من عمودين وثلاث الصفوف أو أربعة صفوف تضع في العمود الأول سين والعمود الثاني صاد سين قيامها تأتي بها من عندك ثم تعوض بها في المعادلة حتى تخرج قيام صاد ثم تمثل النقاط بيانياً ثم توصلها بخط مستقيم هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية وهي طريقة المقطع السيني والمقطع الصادي ماذا يقصد بالمقطع السيني والمقطع الصادي؟ المقطع السيني هو أن تضع مكان الصاد صفر ثم تحل المعادلة وتوجد قيمة سين وتمثلها بيانياً المقطع الصادي هو أن تضع مكان السين صفر ثم تحل المعادلة وتمثل المقطع الصادي هذه طريقتين الطريقة الثالثة وهي الطريقة الواضحة هي طريقة صيغة الميل والمقطع ما هي صيغة الميل والمقطع؟ سأذكرك في صيغة الميل المقطع صيغة الميل المقطع صاد يساوي ميم سين زائد ب هذه صيغة الميل والمقطع ولو تلاحظ هذه المعادلة هي مكتوبة بصيغة الميل والمقطع إذا من الأفضل أنا أمثلها بطريقة صيغة الميل والمقطع نفس المعادلة مكتوبة عن نفس الصيغة طيب ماذا يقصد بميم؟ ميم هي الميل ميم يقصد بها الميل والميل يساوي ميم يساوي ثلث لاحظ معي هذه ميم وهذه ثلث إذن هذا هو الميل والباء هي المقطع الصادي الباء هي المقطع الصادي والمقطع الصادي هو يساوي سالب 2 إذا أقدر أكتب المقطع الصادي يساوي سالب 2 الآن كيف عرفت أن هذا هو المقطع الصادي؟ لو عوضت مكان السين بصفر لو عوضت مكان السين بصفر سيكون عندي أن هذه ستذهب لأنها بصفر إذا بقي عندك صاد يساوي باء إذن صاد هو المقطع الصادي يساوي باء إذن باء هي المقطع الصادي الآن ما هي طريقة التمثيل؟ عندي خطوات سأتبع الخطوات الخطوة الأولى أول ما تمثل مثل المقطع الصادي المقطع الصادي يساوي باء يساوي سالب 2 ماذا يقصد بالمقطع الصادي؟ أن هذا المستقيم الذي سوف تمثله سيقطع الصادات أو محور الصادات عند سالب 2 أن نوضح محور الصنات هذا محور الصنات وهذا هو محور الصادات إذن ماذا يقصد بي باء يساوي سالب 2 أو المقطع الصادي؟ وأن هذا المستقيم يقطع محور الصادات عند سالب 2 طريقة التمثيل سهلة جدا هذا محور الصادات الجهة العليا هي الموجب والجهة السفلة هي السالب إذن عندي اتجاه أعلى موجب واتجاه أسفل هو السالب باء يساوي سالب 2 هذه هي سالب 2 هذه الصادات سالب 1 سالب 2 إذن هذه النقطة أستطيع سميها صفر وسالب 2 لأن عوضنا مكان السين بصفر فطالع عندي المقطع الصادي الآن نأتي إلى الميل الميل يساوي 1 على 3 ماذا يقصد بالميل يساوي 1 على 3؟ أذكرك في الميل قانون الميل 1 على 3 هو التغير في صاد على التغير في سين هذا هو الميل إذن البص تغير في صاد وذكرنا التغير في الصاد إما التحرك للأعلى أو للأسفل والتغير في السين التحرك لليمين أو لليسارة لحسب إشارة العدد طيب أنا عندي 1 على 3 تغير في صاد على التغير في السين أبدأ من التغير في السين يقصد بهذا الميل أنه إذا تحركت ثلاث خطوات على محور السينات فإنه سيقابلها خطوة على محور الصادات مرة ثانية الميل يقصد فيه إذا تحركت ثلاث خطوات على السينات محور السينات أفقيا سواء يمين أو يسار سيقابلها تحرك خطوة واحدة على محور الصادات طيب عندي 1 على 3 موجة أنتقم هذا النقطة إذن 1 خطوة الأولى 2 3 هذا هو محور السينات اللي هو التغير في سين الآن التغير في صاد التجهل على خطوة واحدة إذن هذا هو الميل هذه النقطة الثانية إذن رسمنا الميل تحركنا ثلاث خطوات بالشكل الأفقي لليمين لأنها موجبة ثم نتجهها الأعلى لأنها موجبة أيضا إذن كلما تحركت ثلاث خطوات بالشكل الأفقي سيقابلها تحرك عمودي سواء للأعلى أو للأسفل على محور الصادات بما أن رسمنا هذه النقطتين أو حددنا هذه النقطتين سنوضح أيضا أكثر من نقطة على هذا المستقيم لو جئنا هذه النقطة أيضا لو تحركنا أيضا ثلاث خطوات لليمين واحد ثلاثة فسنتجه لعلى خطوة واحدة ناتي من هنا لو تحركنا لليسار ثلاث خطوات لاحظ معي كلما تحركنا لليمين ثلاث خطوات اتجهنا على خطوة واحدة طيب لو تحركنا لليسار اليسار يعني سالب يعني تحرك على السين بالسالب بما أني خدت سالب عند الثلاثة فأني أخذ سالب عند الواحد أيضا إذن تحرك لليسار ثلاث خطوات فسأنا يقابلها تحرك خطوة واحدة للأسفل واحد اثنين ثلاثة هذه الخطوة طيب أيضا عند التحرك من هذه النقطة سأتحرك الآن ست خطوات أذكر كل ثلاث خطوات يقابلها خطوة طيب لو تحركت ست خطوات سيقابلها خطوتين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بالسالب إذا رح نزل تحت خطوتين واحد اثنين الآن أستطيع أن أرسم المستقيم واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة واحد ثلاثين هنا النقطة الآن أستطيع أن أرسم مستقيم يمر بهذه النقاط للمعلومية تستطيع أن ترسم مستقيم فقط من نقطتين ولكن هذا للتوضيح أكثر الآن أرسم مستقيم يمر بهذه النقاط هذا هو المستقيم الذي يمر بجميع هذه النقاط إذن مثلت المعادلة بيانيا بخط مستقيم وشكرا مستقيم مستقيم ترجمة نانسي قنقر